ما الذي يسعى اليه الحوثيون من خلال اعلانهم اطلاق سراح مئة مختطف من سجونهم في صنعاء ولمالجدل الحاصل فيما اذا كانوا اسرى حرب كما يقولون ام مختطفين من ديارهم كما تقول الحكومة اليمنية اسئلة مشروعة تكمن في اجابتها دلالات وابعاد ومواقف سياسية متدثرة بغطاء انساني تدفع ثمنها عشرات الاف الاسر اليمنية من ينتظرون عودة حبيب غائب في غيابة الجب او ما هو اكثر ظلمة وسوءة بالامس اعلن الحوثيون اطلاق سراح مئة وثلاثة عشر رجلا من زنازينهم في خطوة اوحادية قالوا انهم اسرى حرب وان اطلاق سراحهم كان لدوافع انسانية خطوة رحب بها الصليب الاحمر الدولي الحكومة اليمنية قالت ان من تم الافراج عنهم ليسوا سوى مختطفين مدنيين تم اختطافهم من منازلهم او من المساجد ومقار اعمالهم وان الافراج عنهم اليوم لا يسقط جريمة الاختطاف ذاتها ولا يمحي الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له اولئك وصفة ما قام به الحوثيون بالمسرحية الهزلية التي لا يمكن ان تنطلي على احد لكن لماذا اقدم الحوثيون على ذلك وفي هذا التوقيت بالذات قبل ايام قليلة ضج الشارع اليمني بحملة تطالب بانجاز صفقة تبادل مبنية على قاعدة الكل مقابل الكل ردت الحكومة اليمنية على تلك المطالبات بانها جاهزة لذلك وان جولات من التفاوض السابقة قد نصت على ذلك صراحة ووقع عليها الطرفان قبل ان يتراجع الحوثيون عن ذلك الحوثيون لم يعلقوا على تلك التصريحات ولا على المطالب كان ردهم باطلاق صراح مائة وثلاثة عشر مختطفا وهو ما رأى فيه مراقبون ذرا للرماد على العيون وتهربا من اغلاق الملف ككل تحت قاعدة الكل مقابل الكل وتلك عملية وان بدت في ظاهرها انسانية فانها تخفي وراءها وحشية ومعاناة وظلما لعشرات الاف الاسرى والمختطفين واسرهم قنية لتغييبهم لسنوات وسنوات مقبلة موسيقى